السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه أصدقائي شتلتين لنبات الريحان أعتقد الفرق واضح النبتة الأولى تبدو في حالة جيدة أوراق خضراء وساق قوية أما النبتة الثانية فأوراقها صفراء والذبول واضح على بعض أجزائها الآن تلاحظون أنها ذابلة ولا تقوى على الوقوف التسميد منتظم الإضاءة شمس مباشرة أما الري للأسف الري زائد عن الحاجة طبعا نتحدث عن النبتة رقم اثنان صراحة لا أدري لماذا مشاكل كثرة الري منتشرة أكثر حتى مقارنة مع مشاكل قلة الري ربما لأن حب الناس لنباتاتهم يدفعهم للمبالغة في الري اعتقادا منهم أن ذلك سيخدم النبات لكن ذلك للأسف خطأ عموما يبقى الاعتدال وتنظيم الري هو الحل الأنسب للحفاظ على سلامة نباتاتنا فما هو الحل وكيف ننقذ نباتا ما بعد الإفراط والمبالغة في ريه قناة بذرة ترحب بكم قبل ذلك لاحظوا معي جيدا أصدقائي الأوراق أصبحت خضراء فاتحة أو صفراء والأوراق الحديثة أصبحت بنية اللون هذه العلامات تدل على أن كثرة الري هي السبب مباشرة نبدأ في الحلول أولا نتوقف عن الري على الأقل 48 ساعة إذا كان النبات غارقا في الماء لدرجة كبيرة إذا كان النبات داخلي ولا يتحمل الشمس المباشرة نعرضه فقط ساعة واحدة إما صباحا أو قبل غروب الشمس عندما تكون خفيفة نعرضه مباشرة للشمس وطبعا النباتات الخارجية فهي أصلا تحت الشمس مباشرة أحيانا وبسبب كثرة الري يصبح سطح التربة باللون الأخضر وتلك تحالب دقيقة جدا تنمو في الأوساط الرطبة هنا ستكون مضطرا لإحضار تربة جديدة ونقل النبات كاملا التربة الجديدة يجب أن تكون تربة خفيفة وغنية بالعناصر التي يحتاجها النبات لن أتحدث كثيرا عن هذه النقطة لأننا شرحناها أكثر من مرة قبل نقل النبات للتربة الجديدة أنصحكم بإخراج النبات كاملا من الوعاء وتركه على الأقل ستة ساعات لنساعده قليلا على الجفاف والتخلص من الرطوبة الزائدة بعدها نزرعه في تربته الجديدة ولا تخف فلن يتضرر النبات إذا تركناه كل هذا الوقت خارج الوعاء إذا نقلته الوعاء جديد تأكد جيدا من وجود فتحات للصرف أسفل الوعاء وضع أحجارا أو حصى كطبقة أولى قبل وضع التربة جذور النباتات هنا تكون غير قوية ومتهالكة لذلك يمنع منعا كليا إضافة أي نوع من السماد لأن الجذور المريدة ستكون عاجزة وغير قادرة على امتصاد تلك العناصر الغذائية بعد مرور 48 ساعة نلاحظ سطح التربة إذا بدأ لك جافا أدخل أصبعك في التربة وإذا تأكد أنه على الأقل سنتيمتران 2 من العبق أصبح جافا فيمكنك الآن ري النبات والانتظام في الري بعد ذلك طبعا حسب النوع وصنف النبات وحاجته للماء جذور النباتات تحتاج للماء وأيضا للهواء كي تقوم بعملها بشكل جيد كثرة الري ستملأ كل الفراغات والمسامات في التربة حول محيط الجدر والذي سيجد وسيمتص فقط الماء ويبدأ في الاختناق نتيجة غياب الهواء لذلك ننصحكم دائما بالاعتدال وتنظيم الري وأرجوكم لا تطرحوا السؤال التالي ما هو معدل ري نبات كذا وكذا فهذا سؤال غير منطقي لماذا؟ نفترض أن نفس النبتة عند شخصين الشخص ألف وباء الشخص ألف يستعمل تربة طينية ويعيش مثلا في بلد صحراوي جاف والشخص باء يستعمل خليط مثلا من بيتموس وبرلايت ويعيش في بلد معتدي فهل يعقل أن نعطي للشخصين نفس معدل الري مثلا مرة في الأسبوع؟ طبعا لا لذلك على الأقل عند طرح السؤال نكتب معه نوع التربة والظروف التي يوجد بها النبات عفن الجذور التاجي مرض قاتل للنباتات سببه كثرة الري تعفن الجذور وأغلب الآفات الفطرية سببها كثرة الري إسفرار الأوراق وتساقطها سببه كذلك كثرة الري واعلموا أن كثرة الري هو الخطوة الأولى نحو إصابة نباتاتكم بكل الأمراض والآفات فجازاكم الله خيرا لا تجعلوا حبكم لنباتاتكم سببا في فقدانها هل الدول العربية قادرة على توفير اكتفائها الذاتي من الغداء؟ سؤال حلقة اليوم فرجائي لكم أن نفتح نقاشا سليما في قسم التعليقات ونتحدث عن هذا الموضوع برقي حتى نستفيد جميعا أشكر حسن المتابعة والإصغاء وإلى اللقاء قناة بدرة